الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اضطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تخيل معايا لو انا اديتك الف جنيه وقلت لك قدامك فرصة محدودة سنوات قليلة معدودة لازم تشتغل بالالف جنيه دي وتجيب ثمن قصر على النيل يبقى انت ما عندكش وقت تتهاكل ما عندكش وقت تتنال يا دوبك ماحتاج شغل قد ايه وجه بقد ايه ووصل للنيل بالنهار قد ايه عشان تجيب الثمن المطلوب في السنوات القليلة ويا رب تلحق اهو ده حلنا بالضبط يا جماعة احنا ربنا ادينا عمر عمرنا بسيط جدا سنوات قليلة جدا ومطلوب مننا ان احنا مش نحصل فيها ثمن قصر عن النيل ده ثمن قصور على انهار الجنة مطلوب فيها نحصل ثمن الجنة يبقى عايدين جهد قد ايه وشغل قد ايه ووصل للنيل بالنهار قد ايه ويا رب نلحق يا رب نلحق يا جماعة انا عايز اقول لكم احنا محتاجين نشتغل قد ايه عشان نلحق نوصل لربنا سبحانه وتعالى الاحتاس ده احتاس ان ما فيش وقت احتاس ان ما فيش عمر لما جيت في قلب الصعابي ربنا قال عليه واما من جاءك يا سعجي جري حدث ان ما فيش وقت الاحتاس ده لما جيت في قلب الانبياء ربنا قال عليهم ان اخلصناهم يعني ايه بقوا خلصين للعمل للاخرى ما بيفكروش في حاجة غيرها ما بيكتهدوش لحاجة غيرها ما بيشتغلوش لحاجة غيرها درس النهاردة يا جماعة درس الليلة عايزين نعرف مين ربنا مين ربنا اللي احنا بنعبوده عايزين نعرفه عشان نشتاء ان احنا نوصله عشان نشتاء ان احنا نشتغل عشان نشتاء ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى يا جماعة احنا قدرنا العربيات والموبايلات والعمارات قدرنا الدنيا حق قدرها بس ما قدرناش ربنا حق قدره ما قدرنا الله حق قدره لما حصلنا بتلاجرين على كل سبب وكل مخلوق وانسنا ربنا ما قفتاش على بهابه ما قدرنا الله حق قدره في كل لحظة عصيرة فيها ربنا ما قدرنا الله حق قدره يا أخواننا اللي كان ربا اللي نظر حرام اللي زمع حرام ما قدرش ربنا حق قدره ما قدرنا الله سبحانه وتعالى الملك الجليل حق قدره لما رحنا له لما كنا محتاجين وأول مفرق قربنا في بناء ما قدرنا الله حق قدره لما استغسرنا في علاقتنا بالملك الجليل خدوا بالك يا جماعة خدوا بالكوا إحنا لو خرجنا من الدنيا معرفناش قدر العربيات مش مشكلة لو خرجنا من الدنيا معرفناش قدر العمارات مش خسارة ولكن لو خرجنا من الدنيا معرفناش قدر الله هسبق اخسارة لا تعوض ابدا في حياتنا كلها عايزين نعرف من ربنا اللي بيكبر في الصلاة بيقول الله اكبر وهو قلبه لسه في السوق اللي بتكبر في الصلاة وقلبها لسه مع مذكرة الدراسة اللي على المكتب بتاعها اللي بيكبر في الصلاة ولسه قلبه مع اللي شفه هو داخل من باب الجامع اللي بيكبر في الصلاة وربنا مش اكبر شيء في قلبه لازم لازم نوصل لدرجة من معرفة ربنا ان احنا نسمع بقلوبنا قصيف السماوات وهي الطقس من كتر عبادة الملائكة فوقها لازم نوصل بقلوبنا من احسابة بجلال الملك ان احنا نسمع بوداننا كل شيء حوالينا بيسبح الملك الجليل لازم نوصل من معرفتنا لله واحسابة بعظمة ربنا ان احنا سماعين حملت العرش والملأ الاعلى بيطوف حوالينا العرش وبيسبحه ربنا سبحة تعالى لازم يا جماع لما الاحساس بعظمة ربنا اخطر احساس في الدنيا اخطر شيء في الوجود الاحساس بعظمة ربنا ده اخطر مشاعر هتعيشها في حياتك وانت بتسمع عن ربنا اعظم مشاعر في الوجود وانت بتتدبر في مخلوقات ربنا لما الاحساس بعظمة ربنا جيت في قلبي جبريل جبريل اللي في يوم من الايام شلب جنح من جنحته قرى سبع قرى ورفحهم للسبوع وهابادهم لما الاحتاج ده جيت قلبه بقى زي الحلس البالي يعني حلسة قماشة متقطعة ومرميها على الارض لما الاحتاج بعظمة ربنا جيت في قلب الحجر والصخر جبل الطور الجبل القصم الجلاميك بتاعت الجبل بقى الطراب اتنافف الجبل اتهدم الجبل بقى زرط طراب في الحضار لما جيت في قلبه الاحتاج بعظمة ربنا الجبل اللي نثبت الارض من ثقله وثباته لما انت يجي في قلبك الاحتاج بعظمة ربنا تعمل ايه تباتل حس بعظمة الملك الجليل من هو الله مين هو ربنا مين هو اللي انت بتسجدينه مين هو اللي انت ساعة ولا ساعتين وطف من ايضا في طالت الاخير تناجيه مين هو اللي ساعة الفجرة تصبت المنبه وتصحى وتسيب الدنيا كلها وتنزل تصم له في الجامع مين اللي بتصم له مين يا جماعة مين مولانا الجليل عايزين نعرف عظمة ربنا سبحانه تعالى هم قاعدوا يسمعون عن الممثلين والممثلات لغاية تحبناهم وكلمونا عن الدنيا من وإحنا عندنا ثلاث سنين في المدرسة وفي التلفزيون وفي البيت لحد ما الدنيا بقى تعرق عرش قلوبنا وحبناها احنا عايزين نسمع عن ربنا عشان نحب ربنا عشان نحب مولانا الجليل سبحانه وتعالى احنا ممكن نسمع عن ربنا الوقت ساعة انما الصحابة تغييرت حياتهم لان النبي فضل يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى تلاتة وعشرين سنة على قد ما هنسمع عن ربنا على قد ما هنعرف هو مين وعلى قد ما هنقبل اليه وعلى قد ما هنشتاء ان احنا نوصل له وعلى قد ما هيبقى اغلى حاجة في حياتنا ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى لهونا لهونا لعمر الله لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت ان الله يغسر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب يا رب احفو عنا يا رب ارضى عنا فان لم ترضى عنا سعفو عنا يا جماعة رسول الله احنا ما اتكلمنا عن عظمة ربنا عمرنا ما هنعرف ربنا عظيم قد ايه ابدا والله العظيم انت في الدنيا بتحط اينك ممكن مريض سوطان سوحط اينك تر ايه انت ما شفتش قدرة ربنا على شفاقه ثانية هتشوف في الاخرة هتشوف مذهلات قدرة ربنا في الاخرة وفي الدنيا موجودة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عطر اذان الكون كله بالسناء على الله اللي ملك كل حتة في الارض بالسناء على الله رسول الله اللي كان يعب بالإذن ربنا يقول له اللهم ملك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن انت ملك السماوات والارض ومن فيهن رسول الله اللي أسنع للحياة في الآخر قال له ما أقدرش يا رب قال له خلاص يا رب أنا جبت أخري ومعدش في كلام أعبر به عن عظمتك لا أحصي ثناء عليك أسنع لإيه ولا إيه أقول إيه ولا إيه ما أقدرش يا رب خلاص أنا عجبت إن أنا أقول كلام يكافئ مقامك وجلالك وعظمتك يا رب لا أحصي ثناء عليك خلاص يا رب أنا جبت أخري ومعدش معدش عندي حاجة أقولها ولكن أنت أعظم من كل اللي قلت يا رب يا ملك يا جليل يا جماعة يا جماعة إحنا عايزين نعرف مين هو أربنا مين هو مولانا الجليل العظيم سبحانه وتعالى العظمة دا إيه كلها ولما أنت في الفتحة تقولي الحمد لله يرب العالمين يقول حمدني عبدي حمدتني أمتي يعني واحد عنده عبد العبد قال له شكرا لما دا للعبد أي حاجة فألم قريبوا كلهم قال لهم دا بيقول لي شكرا طب وإنت محتفل بكلمة شكرا شوفي بيحبك قد إيه شوف بيحبك قد إيه أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني أحد الصالحين عبد ربنا 40 سنة وبعد كده انتكس وسام العبادة 40 سنة وجه يرجع في آخر عمره فبيقول له ألي من ثوبة يا رب سمع حاتف بيه تسبيه عبدتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك قبلناك شايفين الملك الجليل عايزين نسمع عن عظمة ربنا لغاية حتى تتغير لغاية مقلوبنا ترتجف لغاية مقلوبنا تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى يا جماعة إنتوا متخيلين حتى بنسجد لربنا الوقت وإحنا مش شايفينه إنتوا متخيلين يوم ما هنشوفه يوم ما هنشوفه يوم القيامة المؤمنين وهم النار قدامهم والصراط على شفير جهنم منصوب والجنة بعد الصراط أول ما يشوفوا ربنا في الموقف ده بعد مرور حوالي 45 ألف سنة من أرض المحشر بعد مرور عشرات ولو في السنين في أرض المحشر أول ما يشوفه ربنا ينسوا كلنا ينسوا الجنة وينسوا النار وينسوا الصراط ويخروا ساجدين في أرض المحشر أول مرة هتسجد له وانت شايفه سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة هتشوف ربنا بيقول فأسجده جمعة يسجد أسبوع كامل من أول مرة شوف مولاه سبحانه وتعالى أول مرة هتسجد له هو شايفه عليه السلام والسلام عايزين يا أخواننا نعرف مين ربنا ايه عظمة ربنا نسبة عن ربنا لغاية في حياتنا كلها تتغير لغاية عظمة عظمة كل حاجة في ربنا عظمة غناء كنت وقت مع واحد صاحبي فبيقول لي ده الشقة دي اللي في البرج ده بقى تمانها ربع مليون جنيه قلت ياه ياه على غناءك يا رب ربع مليون جنيه ثم من ربنا يملك ايه بقى اذا كان ده شقة في برج وده برج في نصية وده نصية متفرعة من شارع فيه كمحارة وده شارع في مدينة وده مدينة في دولة وده دولة في قارة وده قارة في الارض والارض ايه يا جماعة ربنا غني قد ايه لو خزين ربنا تستح فينا هنشوف ايه زي انت لو استخدح لك خزين مثلا بالجلس اغنى واحد العالم وبطط العقارات اللي فيها والسندات الملكية اللي فيها والاموال اللي فيها والده بقى تذهل ومال خزين الملك الجليل فيها ايه هتشوفها كل اللي نفسك فيه كل اللي بتحلم بيه كل اللي بتتمنىه قولوا بكل اللي انت نفسك انهم ما يحبوك هتشوف فيها مذهلات لو تفتح لك خزين الملك سبحانه وتعالى عظمة غين الله عظمة قدرة الله ربنا بكلمة 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 يا اخوان بكلمة الملك الجليل خلق 400 مليار مجرة وبكلمة هيهدهم يوم القيامة بكلمة خلق 2 مليون نوع من انواع الشائنات الحية على الارض وبكلمة يموتهم بكلمة خلق النار وخلها تحرق وبكلمة خلها برضه السلام بكلمة خلق السحاب وخليه مطر ويروي وبكلمة خلها نار على قوم عائد سبحان الملك العظيم بكلمة عظمة قدرة الله عظمة ملك الله والله العظيم لو ربنا كشف سمعنا على اصوات الكل الوقت من حوالينا البشر كلهم هيخروا صائقة هتسمع ملايين الاصوات لملايين الكائنات بملايين اللغات بتقول له سبحانك بتصبح ربنا سبحانه وتعالى لو كشف ليك بس لو كشف ليك كل طير له لغة كل نوع نباك له لغة كل نوع سمك له لغة كل نوع كائن له لغة كل نوع حشرة له لغة وكله في وقت واحد بيقول سبحانك يا رب سبحانك كله هيخر صائقة من عظمة الله عظمة قهر الله قهر الله لما الواحد بيفكر في الشمس الشمس دي مخلوق ما واش حاجة اصلا في ملكوت الله الشمس دي اللهم اللي طالع منها نص مليون كيلو متر الشمس دي الرياح الحر الصهد بتاعتها بس تحرق الكواتب كلها اللي حواليها لولا الغلاف الجو اللي حوالينا الأرض الشمس دي مخلوق رهيب يا اخوانا ده لو ربنا بست صلصها على عبد يعمل في ايه قهار يقدر يقهر اي حد ان شاء ان يقهر اي حد يقهر سبحانه وتعالى عظمة عرش الله عظمة كل مخلوق من مخلوقات الملك الجريم سبحانه وتعالى عايزين نسمع عن عظمة ربنا لحد ما نسجد له لحد ما نعرف مين هو الله مين هو ربنا لحد ما نعرف احنا محتاجين له قد ايه نقول له يا رب يا رب محتاج لك يا رب محتاج تبقى معايا يا رب مقدارش أستلم عنك مقدارش أخسرك يا رب بعد ما عرفت جلالك مقدارش يروح لأي باب غير بابك يا رب انا مليش غيرك يا رب اول حاجة هنتكلم عنها الليلة بس اخد بالك ممكن تكون الشمس منورة الدنيا برا برا الشقة اللي انت فيها بس انت ما في الشمس عندك ليه قافل الشبابيك افتح لبك افتح لبك الكلام عن ربنا افتحي قلبك الكلام عن مولاك اللي خلق ظر ظر فيك افتحوا لبك يا جماعة معايا بإذن الله اول حاجة هنتكلم عنها عظمة عطاء الله كلمة يا رب كلمة يا رب محتاج لك دي بتتزل ايه الدعاء يا جماعة الدعاء دا اللحظة اللي الانسان بيخلع بقى المكياج المزيف اللي بيدار بعجزه وفقر وجهله ويمدي ايده بكل ذل ويرفحها بكل فقر ورجاء ويترسم على وشه اجمل ملمح بيحبه ربنا انكسار ويقول له يا رب يا رب من غير منطق يا رب انا باعترفلك ان انا عرفت قدري وعرفت قدرك اديني يا رب عرفت قدرك وعرفت قدري طب خد وخد وخد قطر النبى لما بوها وكان ملك من ملوك المسلمين اراد ان هو يدفها لزوجها في ملت تانية بنالها في كل محطة هتنزل فيها اصر ليه بيحبه 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 يريد ان هو يكرمها ويعززها ايه ترى وربنا حبك هيبني لك في كل خطوة بتخطيك الدنيا اصر من السعادة والسداد والتوفيق ولو اراد انه يعزك ويكرمك يا جماعة كلمة يا رب دي نزل بها من خزائل اللي اعظم من اللي نزل من خزائل كل ملوك الارض من اول التاريخ كلمة يا رب دي اثرت في تاريخ البشرية اكتر ما اثرت حرب العلمية الاولى والتانية وكل الحروب في التاريخ وكل قرارات الملوك والصواطين في التاريخ كلمة يا رب دي لو طلعت من قلبك يتفتح لها سبع ابواب للسبع السماوات كلمة يا رب هو ايه اللي ضق ابواب السماء واستمدل الولو في الملائكة وضق قوائم العرش ونزل الولو في الملائكة في مدر غير كلمة يا رب لما طلعت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ايه اللي شق الميا في البحر الأحمر ووقف الميا زي الجبال نصين وخلى موسى يعدي آمن غير كلمة يا رب لما طلعت من قلب موسى عليه السلام هو ايه اللي عطف حرارة النار غير كلمة يا رب لما طلعت من قلب إبراهيم مين اللي نجه سارة من ملك مصر مين اللي نجه إبراهيم النمرود مين اللي نجه محمد عليه السلطة من أبو جاهل وأبو لهب مين اللي نجه سيدنا هود من قوم عدد ظالمين من اللي لجه موسى من فرعون غير كلمة يا رب غير كلمة يا رب يا ناس يا ناس يا ناس تتخلوا عن اخطر سلحة وجهه في الحياة ذاك يا ناس يا ناس ده انتو ملكوش ايمة ولا لنا ايمة غير كلمة يا رب ما يعبقوا بكم ربي لو لا دعاكم كلمة يا رب هي اللي بتخلي لك ايمة في الحياة يا ناس يا ناس ده في ناس بكلمة يا رب بكلمة يا رب يا رب بأغسنا يا رب بكلمة يا رب استنزلت من خذين الله في لحظة اللي غيرها عاش عمره كله يجري ورد جهده وما خدوش في لحظة بكلمة يا رب وقلوبهم مليانة فقر ورجاء واجلال وتعظيم لله في لحظة خدت اللي غيرها فانا عمره كله وما خدوش والله العظيم عايزين ننتوش بقى منتوش سيدنا يونس عليه السلام سيدنا يسرك بالسفينة والسفينة فضلت تدخل جوه 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 خمقت جوه الماء خالص وبعد كده يترمى يونس والسفينة تبعد ويونس لوحده في وصفين انت ترميت في وصفين ما انتش عارس شبطه اصلا والسفينة تبعد ويجي الحوت الحوت والليل والبحر ضربوا كل اسباب النجاة في حياة يونس بالضربة القضية ما عادش بيه سبب نجاة كل اسباب النجاة خدس بالضربة القضية يونس يروح لمين يونس يستغيث بمين باللي البحر جندي من جنوده باللي الحوت جندي من جنوده باللي الليل والنهار في ايدي وقلبهم كيف ياشاه يونس قال يا رب يا جماعة قال يا رب البطل الحوت حصل ايه الحوت اتحول لغواطة بحرية توصلوا للشرط الحوت والليل اتحول لخلوة هادئة لغاية ما النهار ييجي ويتبردت الظلمات والارض امرت وانبتت شجرة اليقطين ومئة الف قلب جاحت كافر يلينوا ويدخلوا في الاسلام ويه كل حاجة اخواننا تحولت كل حاجة والبحر تحول لنزهة خلوية كل حاجة الاعداء تحولت اصدقاء حياتك كلها بقت لمصرحة كل الناس بقت مسكرة ليك بكلمة يا رب كلنا يونس عليه السلام كلنا بحر بحر يا اخواننا بحر بحر الشهوات اللي احنا اللي هيغرقنا له بحر الشبهات اللي هيغرقنا لننجو بيه ازاي الظلام ظلام المستقبل يا طرية الجوز ولا لا هيلاقي شبه ولا لا المرض اللي عنده احصل فيه مضعفات ولا لا المشاكل اللي خايف منها هتحصل ولا لا حوت النفس اللي عايز يبلعك بس حوت يونس كان بيضايع الدنيا حوت نفسنا بيضايع الاخرة كلنا يونس وكلنا محتاج ان نقول يا رب يا رب احلى كلمة في الوجود كلمة يا رب ليه لان دي الكلمة اللي انت بتعلن لربنا بيها ان مية في المية من اولاء القضية بقينك انت يا رب بقينك انت الوعد فهي كلها سناء على الله سبحانه وتعالى لما اب ابنه بيهرب من البيت فبتروح تقوله يا ابني يا ابني فوق انت ملاكش غربوك محدش هيديك حاجة غربوك يا حبيبي فلما يعاني تمسكه وتهزه وتقوله فوق فوق محدش هينفع غربوك انا عايز امسكك الوقتي وهزك واقولك فوق لو افتعرت محدش هيغنيك غيره فوق لو اتظرمت محدش هينصورة غيره لو مرضت محدش هيشفيك غيره فوق واضحة من الغيبوبة اللي انت فيها فوق يا كم مرة ترك وكم مرة حفظك وكم مرة اطعامك وسقاط من يمة ولات وكم مرة رفقتينه ايده ونزل لك اجابة الضحق بتاعك فوق يا حبيبي قلبي مين اللي يقدر انه يديك اللي هو هابدهولك مين اللي يقدر انه يعملك اللي هو بيعملهولك مين اللي يقبل انه يخفل لك كل اللي انت عملته بعد اللي انت عملته فحقه غيره سبحانه وتعالى فوق مرة يوديك نعمة ورا نعمة عشان يصحيك وانت لسه نايم اني صحيك ومرة يبتليك عشان يفواك ويصحيك بيقولك فوق سبحانه وتعالى فوق لو جيت له عمره ما يخيبك عمره ما يقفل الباب في وشك عمره ما يخيب رجائك فيه بس انت تعالى بس انت اقبل ولا تخف بس انت ولي مقبلا ولا تعقب بس انت اقبل على ما قولك سبحانه وتعالى عايزين نهز نفسنا ونقول لنفسنا فوق فوق زي بالظبط كده لما واحد واحد عادي عادي خلاص ده ليس حاجة ولا صلاحيات وواحد تاني اتعين ضابط فبقى منتسب للسلطة العليا فبقى له صلاحيات للسلطة اللي هو منتسب ليها ممكن ينزل يقبض على واحد من اكامر البلد ليه لانه منتسب للسلطة العليا حدش قدر اكلمه لو حد جي يعتدي عليه بمكالمة صغيرة السلطة العليا تبعث له نجدة واغاثة عشان تنصره ليه منتسب للسلطة العليا لو حد جي يظلمه مكالمة صغيرة كل حاجة تخلص ليه منتسب لسلطة عليا انت لو انتسبت بقى للملك ايه النسب اللي بينه من ربنا العبودية لو انت بقيت عبد تخيل ربنا يعمل لك ايه شوف واحد لما انتسب للملك بالنسب العبودية ربنا عمله ايه شوفي شوفي وشوف عشان نعرف يا جماع ربنا بيقول كذبوا كذبوا فكذبوا عبدنا وقالوا كذبت قبلهم قوم نوحد فكذبوا عبدنا كذبوا مين عبدنا عبدي انا يكذب عبد الله يكذب وقالوا مجنون كمان كمان عبدي يتقال عليه مجنون وازدجر هددوه كمان لا شوف انا بعمل ايه لعبدي ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر مليارات الجنود من ططرات المطر المنهمرة نجلة وفجرنا الارض عيونة الارض كلها تفجرت عيون كأن الارض ما عادش فاجر عيون فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح وذتر ليه عبدي ما يكذبش عبدي ما يكذبش يبقى ننتسب للسلطة العليا جماعة عظمة عطاء الله ده اول نقطة تكلمنا فيها الليلة عظمة عطاءه عشان تقول يا رب محتاج لك عشان نتعلم كلمة يا رب تخرج من قلوبنا النقطة التانية عظمة كرم الله ورحمة الله ولطف الله ونعمة الله تخيل لو انت حاكم بتحكم بلد من البلاد البلد اللي انت بتحكمها ديت اربع اخناسها مش معترفين ديك حاكم ابدا بل جابوا عرش مزيف وحطوا عليه فار وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بقرة وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بشر عملوه اله وجزء تاني تخيل والخمس الباقي بيكثر اوامرك للنهار والمملكة دي كلها مش لازمات سعاجة ده مجيش مسكزة رب ملكوتك وفي بولكك تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه شوفوا يا جماعة يدي الارض اربعة اخناسها كافر كفرة كفرة والعزو بالله والخمس الباقي المسلمين بيعصوا ربنا للنهار ومع ذلك بيحلم علينا شوفوا حلمه ربنا شوفوا رحمته وما على الأرض لما تجي تفكر في القرى الارضيّة ده القرى الارضيّة ده يعيش Holocaust مليار بناءت Dem كل واحد له الفضلات والزبلّة بتاعته ملكات الزبلّة التخيل للزبلّة بتاعت الكنات دي كلها ومليارات الأعداد من 2 مليون من إلى الأنت button على الواجه الارض كمكن فوق كل ده وكل دلول لهم زبلّة بتاعته يعني ايه بتاعثوا ايه انا عايت اقول لك تخيل لو عدد رهيب كده عايش في فندق وكله بيرمي الغلس ومفيش حد بينظف الزبالة هيحصل اي بقى؟ هيحصل هتبقى المنظر ايه؟ اهل الارض كانت هتبقى مزبالة كده محدش يصل انه يعيش عليها امان ربنا عمل لنا ايه؟ ربنا خلق كائنات تتغذى على فضلات الكائنات بحيث ان فضلات كل كائن طائم كائن تاني بحيث ان الارض تبضل نظيفة اسمع بها قلبك والارض فرشناها فنعمل ما يهدون ايه ده يا رب هو مش كمان بقص نطفل كمان شقة مفروش شقة مفروش ومبعث لك اللي بينظفها لك كمان بس انت تعبد بس انت تعرفه بس انت تعرف نعمه عليك سبحانه وتعالى قده طب لما هو كريم او كده بيرتليني ليه؟ مش بيرتليك يا ابن انت عامل زي طفل تغير المفروض يمسك في ايد امه في ارض الغربة ماهوش عايز ماهوش غادي يمسك ايد امه في ارض الغربة مره يسيب ايدها ويجري تيجي عربية تخبطه يجب الشهرين في السرير تقول له ما تتبش ايده بعد كده يقوم يسيبها ويجري يقوم يتوه ويتعذب ويبكي عما يرجع لامه تاني يقوم يسيب ايدها بعد كده يقوم واحد يسرقه وزي ما الشطان سرق كتير او مننا كده وسرق قلوبهم ويعيش معذب وتائه اخوانا لما بقرأ لأحد الشعراء ألاقي كل الشعراء كان تقلفوا شاعر لما كبروا عن ايام طفولتهم يبقوا عليها ويتحصروا عليها ويندموا عليها وفين ايام طفولتنا الجميل اقول يا عشان يقول لك تشبليش لو سبتني هتسوق هتبسرق هتتخبط هتضيع انت بحتاجني انت بحتاجني في كل حاجة في حياتك انت مكندرش تفتغل عني ما تنهرش لو ابتكرت انك تقدر تفتغل عني يبقى يبقى مخك انت باعك من زمان يا جماعة من يضرش والله يا رب محتاجين لك يا رب يا رب محتاجلك يا رب انا محتاجلك لو عرفنا عدمت وقدي ايه هنعرف احنا محتاجين ليه قدي ايه طب انت بتقول عظم اتكرم ونعمه طب ليه ما بيجيبش دعائي لما بقول يا رب ليه ما بيجيبش دعائي ساعات يا حبيب قالب انت لو رحت الدكتور قلت له دويني دويني يا طبيب انا عايدك تدويني بالعسل قالك لا انت دواك الدواء المر لهو هتقول له لا هو لو ادك الدواء اللي انت عايزه اللي فيه ضررك يبقى داعقوبة لو ربنا اخوانا اجاب دعائنا اللي مفيش فيه مصلحة حتى يبقى بيعقبنا يبقى مش بيجيب ليهنا يبقى هذا بنضيع ما ينفعش يا اخوانا ربنا ارحم بينا من كده عايزين نفق في عطاء الله انت لو رفعتينك وقلت يا رب هتعطى هتعطى بس هتعطى اللي افتطعتك هتعطى اللي ينفع ليك ما تستعجلوش يا جماعة وانت واقفين على المبوى تستعجلوش وما تخفوش وما تقلقوش وما تستنوش ده كريم اوي عظيم اوي يا منت عظيم يا رب يا منت جليل يا رب يا منت رحيم يا رب يا منت كريم يا رب عظمة كرمه ونعمه ولطفه وفضله سبحانه وتعالى انا عايز اكلمكم عن عظمة قدرة الله عشان لما تقول يا رب ما احتاج لك تبعرفه ومين مين قدرته قد ايه احنا في الدنيا والله يا اخوانا لسه مش شايفين قدرت الملك قد ايه لان احنا قلوبنا معلقة بالاسباب لو خرجت الاسباب من قلوبنا وقلنا له يا رب بقلبه معلق به لوحده على انشوفه لما اليقين بقدرة الله دخل في قلب سيدنا هود وجيه قوم عاد يقولوله ان هما هيئذوه عمل ايه عاد دولي اللي هما زي امريكا الوقت كده بالضبط عام جبارة متكبرة زي امريكا في القوة قال لهم ايه قال لهم فتيدوني جميعا ثم لا تنظرون استنى يعني ايه يعني زي ما طالب كده دكتور في الكلية يقول له انا هأزيك وابعزيلك يقول له لا 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 استاذ حبيب قلب انا عايزك تجيب لي كل اللي لكتبت كلية معك بقى والعميد كمان وكل الرؤوساء الجماعات وكل اللي انت سيدا بتعمله بس استنى مش كيدوني جميعا بس ثم لا تنظرون انا وقت باستنى في الكل يهو هتعمل لي ايه تخيل واحد يهودي هاتلت مصري بيقول له لا استنى روحات لي كل اليهودي اللي معاك وكل الامريكان اللي وراهم وانا واقف وهم اشتنى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ما يعمل ليه ياục ليه جبت جمهوليّة القلب نين من низ اني توكلتوا على الله انا عارف انا مين اللي تrillبني انا عارف انا مين بضاحري انا عارف ان انا مستنود قوي ده انتو غلابة انتو مش عارفين انتو بتكلموا مين اما علمت ان ربي الله لما اي حد يجي ظلمك قول له يا غلبان اما علمت ان ربي الله لما اي مشكلة تيجي تقرب منك يا غلبان اما علمك ان ربي الله يا رب يا رب يا من تقدير سبحان الملك العظيم انت عارسين يا اخوانا كلمة حسب يا الله والله العظيم حسب يا الله لو طلعت من قلوبنا ستتزلزل وهي泣قولها حسب يا الله دي عارسين لما دولة توقع مع دولة مشاق دفاع يعني الدولة القوية هتدفع عن الدولة الثانية تبقى فامان كلمة حسب يا الله دا ميطاق دفاع ربنا هيدفع عنك بعدها لو طلعت من قلبك كأن بالضبط لما جيلك ألف مشكلة لا 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 استنوا استنوا ايه المشاكل الخفيفة دي لا هاتوا كمان دقى كل المشاكل والأمراض والهموم والابتلاءات تيدوني جميعا وانواف هو ثم لا تنظرون دمان اتفرجت على فيلم كان جايب لك منظر يعني ناس وقفة بسيوف بسيوف بتجري بسيوف بتجم على قوم يعني والتانيين معاهم متفع متفع متريليوز فاللي بسيوف من اللي احتنا بيه جموا بقى ورفعني السيوف كده اللي معاهمت للهوز ده واحد بس حصدهم كلهم في ثانية اهوات كده الهموم والابتلاءات جاية هجم عليك الناس جاية هجم عليك بالسيوف وانتبعكم بلا نووية اني توكلتوا على الله ده انا مسنود قوي بس انتم مش واخدين بالكم كلمة حسب يا الله يا جماعة كلمة حسبنا الله حسبنا الله طلعت من قلوبنا يهود مين يهود مين هاتولنا امريكا وروسيا والهند والعالم كله سوائخ ايه هتقولنا البيولوجي والقنابل الهيدروجينية ومقنابل وابو القنابل اللي امنا نسمينا كده والنووي وكل والكناووي كل اللي عندكم يا صرفان ايه فاش الكلوي ايه ده سيدنا ابراهيم لما قالها من قلبه لما طلعت وقلبه بيتنفض بجلال الله وهو بيقولها سيدنا ابراهيم ترمى في النار يا نال ما فيش شعرة في جسمه ولا فرصه اتحرقت ما فيش حتة في جلده حمرت ما فيش ضافر ضافر بس اتحرق من ضافره يا اخوانا خذوا يقين ابراهيم ينبت لكم في النار جنات النعيم ينبت لكم في السرطان جنات النعيم ينبت لكم في الفشل الكلوي جنات النعيم ينبت لكم في الفقر والعنوفة والبطالة جنات النعيم ينبت لكم في الناوة ومتاع اليهود والامريكان جنات النعيم بس يبقى عندنا اليقين ده يبقى عندنا اليقين العظيم ده انا اعرف واحد من الدعاء كان عنده بيروس تي بيروس تي في كبده وكان بيعمل تحليل قدامه وكان بتبقى انزلاتها عالية جدا سبحان الله مرة راح يعمل تحليل عنده استاذ من استاذ الكبد طلعت التحليل كلها سليبة تماما استاذ الكبد بقى مزهول انا عمري بشوفت كنا في حياتي لا مع ربنا مفيش بها مع عطاءات الملك العظيم الموضوع مختلف يا جماعة يا رب محتاجن لك يا رب حسبي الله يعني ايه حسبي الله حسبي الله يعني كفاية علي انت يا رب اش عايز حاجة ما عدتش عايز لا قريب لوة ولا قريب ظابط ولا فلوس ولا ملك انا كفاية علي انت انت يا رب كفاية علي عصبان ابن مضعون لما رد جوار المشرك اللي كان في جواره قال له ايه قال له جواره الله اعاد فلما ضربوا على عينه فالمشرك بيعاده قال له ان كنت لغني عن هذا قال لعيني السليمة لفقيرة إلى ما أصاب الأخرى في الله واحد عارف يعني كفاية عليها ربنا سيدنا محمد ربنا قاله لو كله تخلي عنك لو كله سابك لو كله تنازل عنك فإن تولوا لو كلهم بعوك فقل حسب يا الله كفاية عليها ربنا سيدنا إبراهيم لما كله باعه حتى ابوه وامه بعوه الحسب يا الله هو بيترمى في النهر يا جماعة حسب يا الله ديك حسب الردام وقالت لك كده انت عارف انت بتكلم من ده انت مش ابن وزين ولا ابن بس والله يا جماعة احنا لو فهمنا الموضوع صح لو فهمنا الموضوع صح لو قاربنا الموضوع بيضار منين إزاي بيضار من فوق سبع سنوات حلقة ما عرفت أن ربي الله حسب يا الله ونعم الوكيل يعني ايه نعم الوكيل نعم الوكيل دي كلمة ما تتقالش غلاء وانت مجرب الشخص ده يعني ايه يعني نعم الرجل فلان ايه رأيك فيه نعم الرجل طب انت عرفت انين لو قد عملته واعلمت مواقف الرجولة بتاعته نعم الوكيل دي معناه انك مالي ايدك قوي انك عارف يا رب ده نيامة يا رب انا شفت اللي توكل عليك اديته ايه يا رب انا شفت لما رفعت لك ايه دي بفتقار اديتني ايه نعم الوكيل المحامي بيتسمى موكل بيوكل محامي يعني واحد هيرجع لك حقك لو دفع عنك ربنا هو ليرجع لك حقك لو دفع عنك سبحانه وتعالى حسب ان الله هو نعم الوكيل ربنا اختار الانسان كده طعيف طعيف قدام كل حاجة بيخاف من دور السخنية والحمة زينا بيخاف زدال بيخاف من الميكروب اللي محتاج يتكبر الاف المرات تحت الميكروسكوب زينا بيخاف الاسد ليه طعيف قدام كل حاجة من اصغر حاجة الاكبر حاجة ليه عشان يقول له تعالى تعالى لي تعالى لي وقف على بابي ويقول لي انك تحتاج لي تعالى لي وانا خليك تواجه الحياة بقوتي مش بضعفك تعالى لي وانا خليك تواجه الحياة بغناية مش بفقرك تعالى لي وانا خليك تواجه الحياة بقدرتي مش بعجدك تعالى لي وانا خليك تواجه الحياة بعلمي مش بجهلك يا اخوانا احنا فقرنا وضعفنا ده اكبر نعمة ربنا مني بها علينا في حياتنا عامسين ليه ربنا خلقنا ضعف في كل شيء عشان نتوجه له في كل شيء ضعف في كل وقت عشان نقول له يا رب في كل وقت خلق كل ضرة فيك محتاجه له عشان لما تقول يا رب مش لسان واحد اللي يهتف كل ضرة في جسمك يبقى لها لسان يهتف ويقول يا رب خلقك من طين لان الطين ده افقر حاجة افقر حاجة حاجة فقيرة مفيش فيها اي حاجة لاي حت الدهب ولا شجرة طين واعجت حاجة ما هياش حاجة ما هيش صخرة ما هيش جبل طين خلقنا نحط الطين ليه عشان نستغيث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ليه طب ربنا يصلح لك الحاجات الشديدة ويسيب لك السهل طبعا انت تصلحه يا رب انا ما اقدرش اصلح حاجة انا يا رب عاجز امام كل حاجة انا يا رب ما اقدرش اشيل الف كيلو وادرش اشيل خمسة كيلو انا ما اقدرش اشيل حاجة انا عاجز تماما ولا تكلني الى نفسي طرفة عيد عارفيني الضعاء ده يا جماعة يعني ايه يعني يا حي يا قيوم يا من انت قائم على كل شيء انبارح صحي من النوم فتحتنا ناس بشغال القرآن صحي من النوم على قول الله اه فمن هو قائم على كل نفس بما كتبه حسيت يا جماعة بنور والله العظيم نور ان كلام ربنا ده نور انا صحي على اسم الله القيوم سبحانه وتعالى يا من انت قائم على كل شيء برحمتك استغيث اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء اصلح لي شأني كله اصلح لي كل شيء ولا تكلني الى التي افسدت علي كل شيء عارفت ان ربنا هو اللي بيد كل حاجة سبحانه وتعالى يا من انت قدير يا رب عارفين نعرف قديره عظمت قدرت ربنا قديره عظمت خلقه ربنا يعني ايه الخلق يا اخوانا خلق الله يا بالله الحاجات الرعيبة ربنا اخوانا خلق يعني ايه خلق خلق يعني ما كانش بحاجة مها ولا كبد ولا أعصاب ولا مخ ولا مجرة ولا شمس ولا أمر ولا ظهر ولا فراشة ولا شجرة كانوا حدم عدم وهو الي جنب و Klime و LMA خلق خلق كل شيء يعني ايه يعني يبقى RAD و LMA خلق خلق كل شيء نفس الأجهدا اللي خلقها في الفيل خلقها في البكتيريا الميكروب وحيدة الخلية قادر سبحانه وتعالى وما خلق خلق كل حاجة من غير مثال صابق يعني ربنا ما شافش حاجة قبل البني آدم خلق بها بني آدم لا البني آدم ما اخترعش الرضار غالما شاف الخفاش ما اخترعش المصباح غالما شاف الشمس ما اخترعش الطيارة غالما شاف الطير انما ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بارأت كده دايما انت من غير ما يكون لك مثال صابق ولما خلق خلق كل حاجة كده زي ما هي من اولها يعني ايه يعني قارن ما بين عربية موديل لستين وعربية موديل لألفين وثمانيا انهار ابيض ده ديه ماشي حاجة بالنسبة ديه انما ربنا انما ربنا من اولها خلقت كده من اول مرة خلق الاسد كده من اول مرة خلق التهوز كده من اول مرة خلق الفراش كده سبحانه وتعالى ملك جليل ولما خلق ما حد استعده في الخلق يعني ايه يعني في بلاد دول تجيبها بالعربية في نص ساعة والملك معاه ووزراء ومستشارين ومجلس شعب ومجلس شرع إنما ربنا خلق العشرين ألف نوع سمك اللي في ملكوت البحر لوحده وخلق التتع تلاف نوع طير اللي في ملكوت الجو لوحده وخلق التلات تلاف نوع حيوان اللي في معجزة الغباق لوحده سبحانه وتعالى وما خلق جدة معجزة الخلق كل مرة يعني كان ممكن ربنا يخلق الشجر زمان ويفزر الشجر اليوم القيامة خلاص السمك في البحر اليوم لا ده كل يوم شجر بيموت وشجر بيحية مليون زهرة جديدة بتطلع مليون فراشة جديدة بتتولد مليون جنين جديد بتتكون مليون نجم جديد بتتولد ليه عشان يقولك شوف اهو شوف قدام عينك معجزة الخلق وهي بتتفتح قدام عينك عشان تعرف قدرة قدية الوقت يقولك النحات العظيم فلان المثال العظيم فلان ليه إن شاء الله لإنه عارف ينحى الطير من صخر وطير عامل كده مثلا يعني بس عشان مخلوق واحد في صورة واحدة في شكل واحد ما بتتغيرش يبقى المثال العظيم ومال بقى لو نحت صورة طير تخيل بقى صورة طيروة بيرفف وصورة طيروة واقف على غصة شجرة بيبص في السماء ومنظره آية من الأعجاب وصورة طيروة لسه مولود وفتح بوقه وامه بتطعبه هو بيقول يا رزاق يا الله بيستغيث بالله مش في امه وصورة طيروة واقف على المية ويقوم نازل قطف السمكة وطلع تاني في ضبط اجتزان وضبط اتجاه رهيب رهيب وصورة الطيروة وهو صف جناحه وبيطير في الهوى وصورة الطيروة اتخيله بقى ومال الملك العظيم الخالق العظيم ده غير مليون صورة وصورة جوه جسم الطير وجوه كل عضو وجوه كل نقطة من نقاط دمه ربنا الخالق العظيم يا جماعة قد ايه عظمة خالق الله يا اخوانا الارض دي الكون ده عامل زي خساب كبير مليال كل كلمة فيه معجزة من المعجزات معجزة من المعجزات اللي ربنا خلق والقرى الارضية بكل الايات اللي فيها سطر واحد في المجلد الكبير ده بل ما تجيش سطر واحد في المجلد الكبير ده يا منت عظيم يا رب يا منت عظيم يا رب عظمة خالق الله عظمة خالق الملك عظمة حيمانة الله يعني ايه عظمة حيمانة الله ايه مصطلع عظمة حيمانة الله يا جماعة ربنا ما في الزرر في الكل خرجت عن حكمه لو دبانة واحدة خرجت عن حكم الله الارض كلها تبوز ازاي يعني دبانة اه الدبانة ممكن تضع ألوف مؤلفة من البيت لو كلها عشت وكل دبانة طلعت وضعت ألوف مؤلفة تانية في خلال اتابعة وعاشة في خلال فترة الارض كل الات اتمنى دبان تبوث لو سمكة واحدة خرجت عن هيبانة الله الارض تبوث ما فيه الظرة في ملكوته خرجت عن حكمه سبحانه وتعالى الرجل اللي لما جيه موت من خوفه من معصيه قال اذا انا ميته فحقوني ثم اضحنوني ثم اضحقوني ثم ضاروني جزء في البر جزء في البحر فلما مات امر الله الظرة في جامعة ما فيه وامر الظرة في جامعة ما فيه يعني كل ضارة كانت تحت سيطرت الله وهاي منت الله كله الجمع وكل ضارة خرجت المكان بتاعها في الكبد والكيلة والعين والرجل والضفر والقلب والرأس سبحان الملك الجليل سبحان الله الارض دي اخواني قاعدة لفت حولين نفسها عاملة زي سفينة في بحر قاعدة تلف 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 بسرعة رهيبة رهيبة وحواليها كواكب عدد لا يحسب تلف في البحر مين اللي مسيطر على الكون كده لما مشوف منظر الشرق والغروب اقول يا رب يا رب ده الشرق والغروب ده بيفكرنا انك مسيطر على حركة الشمس والامر والارض والكون بالثانية بالثانية يا رب يا رب ايه الهيمنة دي يا رب ايه العظمة دي يا رب ايه الجلال ده يا رب يا جلال الله يا جلال الله يا قدرة الله ايه الجلال ده يا ملك يا عظيم ايه ايه يا اخواني ده ايه الشرف اللي احنا فيه الوقت ده ان احنا عادين الوقت بنتكلم عنه وبنسمع عنه ده بإذن منه والله العظيم اللهم لك الحمد شوفوا ربنا كريم قد ايه شوفوا ربنا لطيف قد ايه ورحيم قد ايه سبحانه وتعالى حايتين ما نبقاش اقذان اخواننا ما نبقاش اقذان لحد امتى لحد امتى قلوبنا هتفضل خارج نطاق الخدمة لحد امتى انت عارفين لما يكون المحمول خارج نطاق الخدمة اه فلو حد بعطلك رسالة ما توصلش ليه خارج نطاق الخدمة ما توصلش غير لما يدخل في الخدمة او كذلك انت قلبك خالج لطاق الخدمة مش هيوصل له رسائل ولا عطاءات ولا فتحات لما تيجي بقى وتقوله انا خدام عندك يا رب انا داخل الخدمة انا خدام لدينك انا هخدمك في الدجا والتلت الاخير بالعبادة انا هخدمك بالعبادة والطاعة والذكر ليساني هيخدمك بالذكر ودوان هتخدمك بالطاعة هخدمك في كل لحظة من عمر يا رب هخدم دينك بكل طاق يا رب بايه داخل لطاق الخدمة استقبل للرسائل استقبل العطاءات استقبل الفتحات احنا اخبرنا بنقول عايزين نوصل لربنا في ناس دانية بتقول عايزين نوصل للدنيا امية عمرنا نوصل للشهادة نوصل للفلوس نوصل للكرسي نوصل للمركز احنا عايزين نوصل لربنا احنا مانا زعوة باب الأولوبي احنا عايزين قلوبنا تبقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى تبقى بتاعت الملك الجليلس الوحده سبحانه وتعالى انا عايز اكلمك عن عظمة حساب الله يعني ايه عظمة حكا بالله عظمة ان اختف تتحسل بالأيديه انت مستحين بيها ولا ايه احنا اخواننا مش عاديين نستقيم للقضية ابدا الموضوع اخسر انما نتخيل والله مش عاديين حد يستطيع ربنا انا بقول لكم الكلام ده الواحد لما يجي يولع نار مش عايز يتعمل على فنجان حادي يولع نار عشان الدنيا تتقلب احنا عاديين نتقلب عاديين نتقلب عاديين نبقى ابطال في طاعة الله سبحانه وتعالى النهاردة وانا عاصل ايه الصفر وجاي فدخلت مسجد اصال للعيشة لما الازان يدن وداخل هجان عايز ارحى تكبرت الحوام مش عايز تكبرت الحوام تفتتي مش عايز اصعد في انتحان ان انا تعطلت عن الوقوف من ان ربنا من اول من اول الصلب الحاجة دخلت لقيت التكبيرة فاتتني لقيت خمف صفوف كبيرة المسجد كان ضغط وانا داخل كده والله يا جماع حسد بمرار قلت ياه كل دول سبقوني لك يا رب كل دول سبقوني لك وانا جاي بعده كل دول كلهم مش حايدين ندق المرار دا يوم الايام حايدين في الدنيا في الدنيا نبقى اصدق الخلق لله وانا اول المسلمين انا الاول عليهم كلهم وانا اول ربنا علمنا الهمة والطموح راح يقول لي ده فلان حافظ على تكبيرة الاحرام اربعين يوم فاربعين يوم قلت سبحان الله هو لوحد جه يقول الموظف الفلاني طول مسيرته الوظفية حافظ على الانضف معدها اربعين يوم هنضحك عليه هنضحك عليه يا اخواننا احنا عندنا قزمية في الدين احنا مش هنلقى في الدين مش ابطال مش رجالة في دين ربنا سبحانه وتعالى وانا حسين كده بكلمكم عنه بكلمكم عن ربنا لان افضل حاجة تقلب حياتك وحياتك وحياتك كلها ان احنا نعرف من هو الله سنقف على بابه ونقول له يا رب محتاج لك عظمة حساب الله يعني ايه خد بالك من المحاجات الرغيبة انك انت يوم القيامة قبل ما تشهد على نفسك ولا تشهد عليك انت اعضاءك دي هتشهد عليك ازاي اول ما اعضاءك دي هتقف قدام ربنا هتشهد عليك ليه تخيل ولا المثل الاعلى ان انت ربيت قطة والقطة دي تولدت على ايدك وربتها وبعد كده راحت لواحد يوم عنده في بيته وبعد كده القطة دي وهو ماشي بيها شافتك هتعمل ايه هتجر عليك وتتبسع فيك هي بتحبك انت هي عرفك انت تتحبها اعضاءك دي بتاعته هو اول ما تقف من ايدي وتشوف مولاها خلاص ما بتعرفكش بتنطاله هو سبحانه وتعالى ساعتها بتاخد حزة خطة يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الغفلة اللي انا كنت فيها ايه ده انا ما كنتش عارف انك عظيم اوي كده يا رب ده انا كنت بحث بنفسي باشا بنباشا وطلعت عبد ابن عبد ما كنتش عارف كده والله يا رب انت تتعفها كله هتبر منك ليه هتبيعك جلدك هيبيعك عينيه هتبعك ليه عشان ربنا عشان نولاهك سبحانه وتعالى جوارحك لا تنطع عليك جوارحك وفي الدنيا اخواننا الجوارح بتشهد ازاي الدنيا ما فيش حاجة نطك لا احد الشباب في الخليج كان بيتسافر برا في اوروبا يتاجر ويبطع في الزنة واحده بالله فوالده عايز يمنعهم الموضوع ده جاب له فتاة من اجمل النساء من اجمل النساء وجوان سهاله فالمفروض ان هو تاب بعد كده ابوه خدوا معاه احنا تجارية لأوروبا اول ما راح واقع في الزنة تاني من ورا والده فلما واقع في الزنة ربنا بتلاب مرض الهيربيت الهيربيت ده مرض من الامراض الجنسية وبيعمل علامات جلدية مميزة على الجلد فلما ابتلي بالمرض ده راح لعشرة ده كترة في فرنسا كلهم قالوله نبس الكلام قالوله العلامات دي مش هتروح مش هيدفع تروح الموضوع تطور معاه موش عارف يعمل ايه ابوه يقول له ايه ده قال له ده نكلت اكلة فاها ابوهرتش جدا وهي اللي عمل في الموضوع ده رجع مرضه بتقول له في ايه قال له انا نكلت اكلة فاها ابوهرتش جدا والي عملت كده وبدأ موش عارف يعمل ايه مراته كل ما تقرب منه يبقى عنها موش عارف اتقرب لغاية ما مره دكتورة امراض جلدية بتزور مراته مراته هو داخل وما واشواخت باله وشافت جلده شخصت الموضوع فقالت لمراته جوزك اللي عنده ده قالت لا ده سافر بره وكان لا لا ده مرض هربس ده هربس وده فيجي بسبب كذا 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 فالتبت اول معرفة ثابته خلاص يبقى ساب مراته ابو اول معرف ترده من التجارة بتاعته هو خيس بالفضيح هيعمل ايه واصل انه بقى بيغطب الخطب الغطرة الاشياء للعراب ده كل جزء ممكن من جسمه ويلبس جوانتي ويمشو قصت الناس اتحدث جوه جلده ليه؟ جلده نطق عليه اللي بيسموها في الطب العلامات الجلدية بالتاحة الامراض الجنسية جلده نطق عليه جلده شهد عليه في الدنيا قبل الاخرة اهو نطق ده نطق ولا لا دمه نطق عليه دمه نطق عليه في الدنيا قبل الاخرة يبقى لما يطيقوا من ايامة تنطق 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 يبقى حشان تعرف عاصمة الملك قد ايه اعضاء تنطق عليك سمتك يشخد عليك سمتك ازاي كل واحد حتى بنوع مع صيته هيطلع سمتو شاهد عليه الحرامي اللي غل شبر واحد من الارض ورث ياتيم ولا ورث ارمالة ولا حاجة يطوقه من سبع اراضين يعني ايه يعني هو غل حتة قد كده تخيلوا معي اخواننا قد كده من التربيزة دي لعمق سبع اراضين تيجي سلسلة بالعمق بتاع سبع اراضين لفة حوالين رأبته والارض من تحت مليانة حمم وبركين ومواد ملسايبة كل ده يجي لفة حوالين رأبته يوم القيامة ليه لانه سرق طب والعاصي وهم يحملون او ظرام على ظهورهم طيب والمتكبر يجي امثال الضر يدس بالرجلين كل واحد بيشهد علي سمته بيشهد علي سمته كل واحد بيطلع يشهد عليك يوم القيامة غير سمتك وغير اعضاءك يشهد عليك يوم القيامة راحتك العرق يا اخوانا تخيلوا لو الزنوب كان بتطهى عرق في الدنيا كالحد عرب مننا عشان كلا الملايكة هي اللي بتشمل راحت الطعام لما الواحد بيموت لو رؤه مؤمنة تقول ما هذي الريح الطيبة لو تثني ما هذي الريح الخبيثة العرق الزنوب بتخرج في شكل عرق يوم القيامة اهو ده حسب بين ادن ربنا الملايكة اللي فضلت سجد ربنا طول عمرها طول التاريخ يومها بتقول ان الله الغضب غضبا لم يخضب بسه قد دول خايفين كل الخب ده وقال احنا نعمل ايه يا اخوانا ابليس قال لربنا مرة واحدة لا ابليس قال لربنا مرة واحدة بس لا مرة ضع مصيره كله كل المصير بتاعه ضع كل المصير بتاعه عايزين يا اخوانا نعرف مين ربنا نعرف مين هو مولانا مين الملك الجليل الفرصة قليلة السنوات بتاعت عمرنا قليلة والله العظيم يا اخوانا ربنا بدان عمر السنوات محدودة والسنوات دي لازم نحصل فيها ثمن الجنة ثمن الجنة للصحابة ده فأمرهم فيه ما فيش وقت انا عايز اقول لكم الليلة ان ما فيش وقت وان احنا لازم نوصل بسرعة ومش هنوصل ونكتهد وانضحب اي حاجة فعطلنا الا لو عارفنا مين هو ربنا من هو الله مش هنوصل الا لو وقفنا على بابه وقلنا له محتاجين لك يا رب يا رب محتاجين لك يا رب محتاجين لك انا كلمتكم النهاردة عن عظمة عطاء ربنا لو انت قلت يا رب كلمتكم النهاردة عن عظمة رحمة وكرم ربنا سبحانه وتعالى ربنا الجليل ما بيبتلناش ابدا الا من شدة رحمته سبحانه وتعالى كلمتكم للا اخوانا عن عظمة قدرة ربنا الجليل وعظمة كلمة حسبي الله ونعمل وكيل عظمة خلق الله عظمة أيمنة الله على كل ضر لا فيش دبانة تخلص بالحكم أبدا عظمة حساب الله ومعنى الوقوف من إيدين ربنا سبحانه وتعالى الملك يا جماعة عظمة ملك الله أنا عايزة كنت وقفة بتصلي الليلة وانت أين ما تصلي قليم الليل أنا عايزة تفتكري أيت الكرسي قبل ما تقف تصلي عايزة تفتكري مين الليل توقفة من إيدين الملك الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم مش أي ملك هو أي ملك في الدنيا يقدر يقوم على كل شؤون مملكته أبدا ولا خمسة في المية ولا واحد في المية ده وزراء ومستخرين ومستخرين وموظفين ووكلة وزراء كل ده إنما هو ولا واحد في الألف من شؤون المملكة إنما الله قيوم قائم على كل شؤون المملكة كل شؤون حي الملك كان ابوه ملك ومات وجده ملك ومات إنما حي سبحانه وتعالى لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم أي ملك ممكن ينام وممكن يقتل عن مملكته وممكن يقتل عن حاجة فيها ربنا ما يقتلش عن حاجة في مملكته كلها ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أي ملك مملكته كذا كيلو متر في كذا كيلو متر إيه أبوى مملكة في الدنيا ما ملك كلها غيره إنما الملك الجليل شوف مملكته السبع سماواته السبع أراضيين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلصهم أي ملك مش ممكن يعرف شعب واحد وواحد لا يمكن يعرف شعب واحد ولا يعرف أسماءهم ولا أحوالهم ولا يعرف يسمع لك سجل الوفيات وسجل الموليد وسجل المرضى في المستشفات إنما ربنا يعلم واحد واحد ويعلم حالك ويعلم كروبايتك ويعلم نفسئتك ويعلم المشكلة اللي انت شايل همها الليلة وهات وعجزات تتحل بكرة ويعلم الموضوع اللي حطى الانبارح وإنت نبسك يفرج عنك بأي طريقة ربنا يعلم ولو جهة مقبرة دي انت لست ما اكتشفتوش ربنا يعلمه والدوى بسعه ربنا يعلمه ربنا يعلم كل حاجة جماعة يعلم كل حاجة جملة وتفصيل إن مملوك الدنيا يعلمه إيه شوف ربنا بيعرفك نفسه زي أنا عايدك لما تيطب بالإيدي تبتكر إنه الملك الملك الجليل سبحانه وتعالى أنا وقت بالإيدي الملك أعظم ملك أعظم ملك سبحانه وتعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي له موضع القدمين مش العرش عرش ملوك الدنيا شوية خشب وذهب إنما عرش الملك أكبر مخلوق في الكون كله واسع السماوات السبعة والأراضين السبعة ولا يؤده حظهما أي ملك ما يعرفش حفظ على مملكته ممكن واحد ينتهك القدر في مملكته يهرب ممكن مملكة تالية يتغير على مملكته وتقططع جزء منها إنما الملك محافظ على مملكته لا يؤده حظهما وهو العليل العظيم الملك الجليل قدي إيه ربنا عظيم هنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل خطوة إيه الليلة عشان عظمت ربنا تديد في علمنا إخواننا إنتوا عارفين أنا عايز أوصيكو بالليلة إنتوا عارفين توصيط الليلة لأنا عايز أوصيكو بها هي إيه انا عايز اوقسيكوا الليلة بجلسة الضحى ايوه الساعة اللي بعد الفجر جلسة الضحى يا ماهذا الفجر بميانا الخمسة الا جلسة الضحى بالشام تبتطلع أساعة 6 و 3 دقائق 6 و 3 دقائق يعني يعني بعد 12 دقيقة او 11 دقيقة بيبقى صربت الضحى يعني يا سيدي بتخلص جلسة الضحى من صار 6 و 3 ايه المشكلة يا هاتناملك ساعتين قبل الشرared Edu? او قبل الدراسة بتاعتك او قبل معادة المذاكرة بتاعك يا جماعة يا جماعة ده في صورة النور ربنا اتكلم عن جلسة الظحى يسبح له فيها بالغدو والاصال كأن ربنا بيقولك لو عايز تمشي في نور لا جلسة الظحى هي طب انا واحدة يا ست طب انا ما قدرش انزل المسجد يا اما جوزك تنزل انت وهو يا اما عادي في بيتك يستيليك وعوزك كأنها جلسة الظحى بالضبط طيب انا المسجد اللي جنبنا ميفتحش للضحى يا سيدي اقعد في اي مسجد امشي شوية ولاية هتلاقي مسجد تاني يا جماعة ده جلسة الظحى دي اجرها عند الله من جاء يصلى الفجر في جماعة ثم جلسة في مصلاة يذكر الله حتى فقطه على الشمس حسناء يعني الغاية بعد الشروع بعشر وحداشر دقيقة ثم صلى ركعتاي الوركعتاي الظحى كان له اجر حج وعمرة تامة تامة يعني ايه الحج الوقت بخمسين الف جنيه والعمرة بسيس تبع تلاف جنيه يعني ستين الف جنيه ساعة ستين الف جنيه ساعة المشاعر اللي قلبك هيحلق فيها وانت طيل الكعبة ربنا هيرضوكك زيها وانت قاعد في الورد ربنا في الجلسة المباركة ده ايه سمت الانبياء اللي الانبياء كانوا محافظين عليها يا اخواننا يا اخواننا جلسة الظحى هتقولك بعد الصلاة ومو بعد كده اذكاري للصباح ومو بعد كده تقرأ القرآن ورد القرآن يا جماعة القرآن احنا قلبنا محتاجة قرآن يا جماعة قصر القرآن على قلبنا زي قصر المطر على الارض قلبنا بتشقق زي الارض العطشانة عطشانة المطر القرآن لما المطر بينزل على الارض بتنبت من كل زوج اندهيش لما القرآن ينزل على قلبك هينبت ايمانيات ومقامات عظيمة يا جماعة القرآن فوق الست تلاف اهاية فوق الست تلاف نبراس ومصباح لو انت قريته ووضنت على قريته كأنك بتسرج في قلبك ست تلاف نصباح ست تلاف كلوب رباني بينوروا في قلبك سبحان الملك العظيم تخيل قلبك يبقى منور عند ايه واحد يقول انا مش قادر اصل الوردة ده صعب اصل العبادة صعبة اللي بيستفع بالعبادة عامل زي اللي بيهرب من لسعة نموسى لعض التعباد لسعة نموسى انك تستحمل لصة عزيادة بسعن مع الدومك لعض التعباد اللي هي الشهوات اللي هتضمر قلوبنا لو ما غتلناك بالعبادة يا حبيب قال بنت لازم تعبض ربنا يا بنت لازم سعبودي يا جماعة يا اخوان احنا لازم نعبض ربنا اللي بيستفع بالعبادة وعراض العبادة عامل زي واحد ريحته فضيع شنيع ما بيستحماش والناس هتموت خلاص اتخنقنا وبيجرجروا على الحمام يستحق ما هو مش راضي يا ابني حرام الكون اتخلق اتخنق من ريحة المعاطم بتاعتنا زي عربية قاعدة تطلع العدم بتاعها دخان والناس مخنوقة مش طيقة مش طيقة انت قلبك قاعد يطلع دخان العدم بتاعه بيطلع دخان خلاص عايز عمره حبيب المكنا جاب الدخان بقى عايز عمره خلاص عايزين عمره عايزين عمره في العبادة يا جماعة عايزين نعبض ربنا صح عايزين نعبضه جلسة الضحة دي من احد اوراد العبادة الى الله عايزين من طرد شفاء اللهم اعنى عليها يا رب يا رب يا رب محتاجين لك يا رب ربنا يعنى عليه سواب عظيم قلبك هينور ويومك هينور وهيتملى اليوم بالتسبيح من اولا انا بقول لكم جلسة الظوحة ليه لاني تتكلمت عن ربنا وربنا عشان احساس عظامته يزيد في قلبك عايز تتسبح كتير كي نسبحك كثير جلسة الظوحة اساسا ورد تسبيح اساسا ورد تسبيح فانا بقول لك كده عشان تصبح ربنا في اول النهار كل يوم تتعود ان فيه ساعة يوميا بتسبح ربنا سبحانه وتعالى فيها عايزين يا جماعة ما انفرطش في الورد ده ابدا ما انفرطش في النور ده ابدا ما انفرطش في هذا النبرات اللي ربنا تدهولني ابدا جلسة الظوحة بالله عليكم يا جماعة بالله عليكم محدش استصعابه طب جرب طب جربي ده حجة وعمرة حجة وعمرة الحج اللي بيطلع عنديني الناس فيه بالشهر ويتصرفوا خمسين الف جنيه ويرجعوا انت ابتاخدوا انت قاعد الكعبة يا سيدي جات لغاية بيتك الكعبة يا أخي جات لغاية المسجد اللي جانبوكو ولا مسجد السنة اللي ورايب منوكو عايزين يا جماعة جاتك تضحى بالله عليكم من أول النهاردة من أول النهاردة ما نفردش فيها ونوظف عليها وأكبر ذافع والله بالنسبة لنا شخصيا يسبح له فيها بالغدو والآصال اللي هي في صورة النور كأن ربنا بيقول لو عايزين النور لو عايزين أنا أولوكو طريقكو لو عايزين تمشوا في نور الله طول الطريق لو عايزين ما تهوش لو عايزين ما تضلمش عليكم لو عايزين بطريقكو تبقى فتاحها ما يدحكش عليكم ما تهوش ما تقعوش ما تنتكسوش الساعدة هي الساعدة هي تمن إننا نديكم نور تمن إننا نول حياتكم بنور الله سبحانه وتعالى يعني يا رب ما احتاج لك كنا نتكلم الليلة مين هو ربنا مين هو ربنا عشان نعرف احنا محتاجين لؤد ايه اللهم أحيي قلوبنا بالعلم بك اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك زكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك اواهين منيبين مخبتين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واصلل سخيمة صدورنا واجب دعوتنا وسبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا رب يا رب ما احتاج لك يا رب يا رب ملناش غيرك يا رب ملناش غيرك يا رب هداك يا رب ارضو عننا فإن لم ترضى عنا فاعفو عنا يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب اجعل لنا في قلوبنا نورا أمن قلوبنا بمعرفتك أحيي قلوبنا بمعرفتك يا رب يا رب لا تحرمنا من الصيام والقيام أعن على جلسات الضحايا أرحم الراحمين وتقبل منا يا رب العالمين آمين 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأجزاكم الله خيرا ويعني ربنا يعينا يا رب سلفلت التفسير لم تقف يا جماعة ولكن سعب يبقى الواحد عنده موضوع طاغي على مشاعره وعايز يكلم الناس عنه ولكن إحنا لا نزل في سلفلت التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا